أكد معالي النائب الرئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة الموقرة وتشجع عليها المرتكزة على جذب الاستثمارات وتسهيل حصول المستثمرين على كافة متطلبات مباشرة أعمالهم جاء ذلك لدى تفضل معالي الصباح اليوم برعاية حفل وضع حجر الأساس للمشروع الأكبر على مستوى المنطقة لشركة إيكيا شركة التجزئة الرائدة عالميا في مجال صناعة المفروشات والذي يقام على مساحة إجمالية تقدر بحوالي خمسة وخمسين ألف متر مربع في منطقة سلمباد على مقربة من تقاطع شارعي الشيخ عيسى بن سلمان وخليفة بن سلمان الذين يربطان البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر جسر الملك فهد وقال معالي المتتبع للحركة الاستثمارية محليا في القطاعين التجاري والعقاري على وجه التحديد خلال الأعوام القليلة الماضية سيجد حتما أن ما تحقق مبهر للغاية والأهم من ذلك هو تكثيف العمل الجاد والدأوب من أجل حماية القائمة منها لضمان ديمومة بقائها في البحرين من جهة ومن جهة ثانية مواصلة اجتذاب مشاريع أخرى تحقق للاقتصاد الوطني الاستدامة المطلوبة وتكون بمثابة قيمة مضافة وحقيقية للسوق وأوضح معاليه أن العامين المقبلين سيشهدان إطلاق عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية المهمة التي سبق الإعلان عن بدء تشييدها خلال الأعوام المنصرفة اللافتا معاليه إلى ما ستقدم تلك المشاريع من فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات والتخصصات وأسهمات وعوائد مباشرة ومجزية على الناتج المحلي الإجمالي وأضف معاليه قائلا وإلى جانب التحسن الملحوظ في منح تراخيص البناء الاستثمارية والتي ارتفعت إلى حوالي 43% حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وارتفاع التكلفة التقديرية لبناء تلك المشاريع إلى حوالي 3.5 مليار دولار فإن البحرين تتمتع بمزايا جوهرية تجعلها خيارا مفضلا بالنسبة للمستثمرين ومن بينها موقعها الجغرافي الذي يتوسط قلب الخليج العربي وسهولة الوصول إلى دول الشرق الأوسط الأخرى برا وجوا وبحرا إضافة إلى ما تتصف به البنية التحثية المتطورة لبيئة العمل من انفتاح وتحرر هذا إلى جانب انخفاض التكاليف وما يقابله ذلك من عمالة ذات مستويات دخل تعتبر الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة وحيا معالي الشيخ خالد بن عبدالله مجموعة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات الشركة السعودية صاحبة الامتياز في المنطقة لشركة إيكيا الأم ومقرها السويد على ضخ استثمارات في مملكة البحرين تفوق 125 مليون دولار أمريكي لإنشاء وتنفيذ هذا المشروع الحيوي المقرر افتتاحه خلال العام 2018 وقال معالي بالإضافة إلى ما يشكله هذا المشروع من أهمية استراتيجية بالنسبة إلى السوق المحلية فإنه يعكس بلا شك التلاحم المتين بين الشعبين الشقيقين في المملكة العربية السعودية والبحرين المنبثقة من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتميزة بين القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين فضلا عن الثقة الكبيرة التي يليها المستثمرون الأشقاء من المملكة العربية السعودية في بلدهم البحرين التي ترحب بهم وبنظرائهم من دول مجلس التعاون على الدوام هو تفرد مستحق نالت من نصيبه الوافي السياسات الاستثمارية التي لطالما أبدعت في انتهاجها المملكة خطط لا تقف عند معطيات الحاضر فهي من تدارست أقصر الطرق نحو مستقبل متلألئ تفض منه مختلف العوائد الإيجابية التي يكون الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول منها أرض استثمارية مهدت لاحتضان مشروع متجر إيكيا للتجزئة في مجال المفروشات الذي يجيء كأكبر فرع ستضمه البحرين بين مختلف فروعه الموزعة على دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيفتح أبوابه خلال الربع الثاني من العام 2018 بجودة منتجات أثاث المنزل عالية التصميم وبأسعار تنافسية تأتي في متناول يد جميع فئات المجتمع المحلي نعم من أول حاجة بالاقتصاد البحريني ويمكن العلاقة بين السعودية والبحرين من الأشياء الأساسية تشجعتنا لدخول السوق البحريني حجم المشروع نفسه المشروع نفسه على أرض تقريباً 55 ألف متن مربع زي ما تكلمنا حجم المعرض الـ built-up area للمعرض تقريباً 81 ألف والـ retail space ما يقارب 37 ألف متن مربع متوقعين إن شاء الله الحجم المشروع نفسه تقريباً 47 مليون بحريني لنار متوقعين إن شاء الله يزورنا خلال أول سنة مليون ومئتين زائر بإذن الله الانطلاقة البسيطة لأول فرع لمتجر إيكيا كانت تلك التي حملها العام 1983 لتتوالى السنوات وتنمو معها تلك العلامة التجارية بامتداد غير مسبوق ليصل عدد فروعها في 48 بلداً إلى 385 فرعاً بحصيلة مبيعات بلغت ما يزيد على 36 مليار دولار وبعدد زوار بلغ أكثر من 880 مليون شخص لغاية شهر مايو من العام الحالي متجر إيكيا في البحرين من أكبر الأسواق في المنطقة بمساحة 37 ألف متر مربع يتكون من 1100 موقف سيارة صالة مبيعات أو الشوروم أيريا 6200 إنتر ماركت هول أيريا 6000 إنتر هيكون عندنا أكبر مطعم في البحرين يتكون من 100 سيت تقريباً 2500 متر مشروع استثماري سيجلب معه بالتأكيد متنوع الفوائد والمكاسب التجارية فهو من سيخلق ما يزيد على 600 فرصة عمل للشباب البحريني الراغبي في الانخراط بسوق العمل المشروع واحد من علامات النجاح نجاح سياسة مملكة البحرين